اشتركوا في القناة وبشراكة مع شبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية كل أخذ نصيبه الوافي من التكريم الذي استحقته تلك المساهمات الإيجابية التي ارتكزت على البعدين الأخلاق والخدمة المجتمعية خدمة جعلت همها الأكبر نشر البسمة في محيط كل يتيم قد يفتقد إلى معيل يسانده أو إلى موئل يعينه على القيام بدوره التشاركي الفعال داخل المجتمع الذي يؤويه جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي في نسختها الثانية مشكات تستند عليها المسؤولية المجتمعية في تعزيز الارتباط بين رعاية الأيتام والمجتمع ما من شأنه زيادة شريحة المتعاطفين والمساندين للأيتام من مؤسسات وأفراد بلا شك القطاع الثالث هو أكبر روافد التنمية والتنمية هي جزء من أوجه التلاقي والتكامل بين كافة القطاعات والدول ودول العامة تتلاقى دائما في مجال التنمية فما بالك بدول مجلس التعاون الخليج وهي أشقاء وبالتالي هي الأجدر والأولى بهذا التعاون والتكامل الاهتمام في اليتيم كمسؤولية مجتمعية وكخدمة يقدمها الوطن لليتيم فهو أيضا لا بد له أن يرد هذه الخدمة في بناء هذا الوطن فاليتيم جزء لا يتجزأ من المجتمع وهذا أعتقد من مبدأ المشاركة ومبدأ المساواة جدا مهم إن التوسع وتأصيل ممارسات الرعاية المجتمعية على تعدد أشكالها أمر له ذلك الوقع الكبير والدور الهام في تماسك المجتمعات وترابطها فضلا عن تلك المكافأة المجزية التي وعد بها سيد المرسلين لكل نفس سارعت نحو خدمة اليتيم وأشرته من خلال توفير احتياجاتهم التعليمية والصحية والتشريعية والاجتماعية وحتى النفسية منها إعطانا لهذه الجائزة فيه حافز للشخص المكرم للعطاء أكثر خصوصا إذا علم فضل كفالة الأيتام وأنه سيكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم القائل أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعي السبابة والوسطى كل عمل خيري على وجه الأرض هو بعد ديني وهو عبادة لله عز وجل وأنت تعلم أن الدين عند الله الإسلام يعني الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء كلهم بهذا الدين العظيم لا شك أن عمل الخير مفتوح للجميع لكنه في الإسلام يتميز بأنه عمل وريادة وعبادة فأنت تعبد الله وأنت ترعى اليتيم وأنت تعبد الله وأنت تتصدق وأنت تعبد الله وأنت تبتسم وأنت تعبد الله وأنت تقول كلمة طيبة إن تسليط الضوء على أنجع الممارسات في مجالات المسئولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام كافة لهي عملية تزيد من قناعة المجتمع بسمو أهداف تلك المؤسسات الرامية إلى تدليل كل الإمكانات ووضعها في مقام منفقد السند الحقيقي وأوكلوا مهمة تحديد مصير مستقبلهم بين يدي كافلين لهم حملوا أنفسهم ضرورة حماية حقوقهم على الوجه الأكمل في كل سنبنة مئة حبة وفي كل بادرة احتضان ومد يد العوني لمن هم بأمس الحاجة لدفئها بارقة أمل ذات صلاحية ممتدة كامتدان شعاعها الوردي الذي لا يمكن للشمس ولا لغربالها حجب نور العطف والإحسان الذي يحمله لينير درب المنتصرين على ظروفهم لتلفزيون البحرين محمد رشاد أشهد الشيخ فهد بن سلمان بن عبدالله الخليفة مدير إدارة شؤون النفط والغاز بوزارة النفط نائب راع الحفل بالدعم والرعاية الكبيرتين التي يحظى بهما العمل الإنساني والخيري في مملكة البحرين من لدني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة مثمنا توجيهات جلالته السامية دوما بضرورة الاهتمام بالعمل الإنساني والخيري وتقديم الرعاية لأبنائه من الأيتام من داخل وخارج المملكة متوجها بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد الخليفة الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام لرعايته الكريمة لحفل تكريم الفائزين بهذه الجائزة الهامة والتي تعد إضافة كبيرة لدعم جهود العمل الخيري في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بصفة عامة كما رفع الشيخ فهد بن سلمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤسس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان في مدينة الرياض حفظه الله ورعاه بعد منحه جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية عن فئة الشخصية القيادية الفخرية الخليجية المسؤولة في مجال رعاية الأيتام مشيدا بجهود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تأسيس جمعية إنسان الناشطة في العمل الإنساني الخيري وكافة جهوده المباركة والرائدة في مختلف مجالات العمل الخيري والإنساني داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وبارك الشيخ فهد بن سلمان بن عبدالله الخليفة لكل الفائزين بجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية متوجها لهم بالشكر والتقدير على ما يقومون به ويقدمونه لمساندة ورعاية هذه الفئة الغالية من أبناء وبنات دول المجلس واختتم تصريحه بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام الشيخ عدنان عبدالله القطان والعاملين في الجمعية وأعضاء اللجدة المختصة والمكلفة باختيار الفائزين والمكرمين للفوز بالجائزة وكل من ساهم في العمل الخيري بشكل عام ورعاية الأيتام بشكل خاص